اشتركوا في القناة اخذنا العددان ستة وسبعة ما رأيكم ان نعد معا حتى نتذكر هذه الاعداد هيا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة احسنتم اليوم سنتعرف على عدد جديد وهو العدد ثمانية لننظر الى هذه الصورة هل تعرفون اسم هذا الحيوان؟ ما اسمه؟ احسنتم انه العنكبوت للعنكبوت ارجل كثيرة هيا لنتعرف على عدد ارجل العنكبوت واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يا ترى ما هو العدد الذي سيأتي بعد العدد سبعة؟ ما هو العدد؟ ثمانية احسنتم انه عدد جديد سوف نأخذه اليوم اروني العدد ثمانية على اصابعكم هيا العدد ثمانية رائع يا اصدقاء العدد ثمانية اكبر من العدد سبعة يأتي دائما بعد العدد سبعة والآن لنتعرف على العدد ثمانية على مروحة الاعداد هذه هي مروحة الاعداد اين يا ترى العدد ثمانية؟ انه هنا هذا هو العدد ثمانية يأتي بعد العدد سبعة احسنتم والآن لنبحث عنه في بطاقات الاعداد هذه البطاقات تحمل اعداداً لنبحث عن العدد ثمانية يا ترى اين هو انه هنا لقد وجدنا العدد ثمانية ما رأيكم الآن ان نقوم بعد هذه الفراشات الجميلة ونتعرف على عددها هيا معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وآخر فراشة ثمانية احسنتم العدد ثمانية لننتقل الى الاعواد الجميلة يا ترى كم عددها كم عدد هذه الاعواد لنتعرف على عددها واحد اثنان اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية انه العدد ثمانية من جديد لدينا لدينا هذا الشكل الجميل لونه احمر هيا نعده مع بعضنا البعض واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية انه العدد ثمانية ارى هنا كرات صفراء جميلة يا ترى كم عددها هيا نعدها معا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية انها ثمانية كرات اروني العدد ثمانية احسنتم الآن لدينا هنا هذه العناكب هيا نتعرف على عددها واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عددها ثمانية هذا هو العدد ثمانية العدد ثمانية لنراه الآن مرة أخرى على خط الأعداد كما قلنا سابقاً خط الأعداد يبدأ من العدد صفر العدد صفر لنقفز معاً واحد اثنان اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية احسنتم انه العدد ثمانية ثمانية لدينا هذه الصورة الجميلة تضم عدداً من الحشرات في مجموعات مختلفة المطلوب أن نعد كل مجموعة على حدة ثم نحوط ما معنى نحوط؟ نضع دائرة على المجموعة التي يكون عددها ثمانية سوف أعطيكم دقيقتان للعمل هي لنبدأ من المجموعة الأولى عدوها وانظروا إلى العدد الذي تتكون من؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا الآن لنعمل معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هل عددها هنا ثمانية؟ ثمانية احسنتم؟ ماذا سوف نضع على هذه المجموعة؟ دائرة رائع لأن عددها ثمانية والآن لننتقل إلى النحل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كم عدد النحلات هنا؟ ثمانية رائع ماذا سوف نضع على هذه المجموعة؟ دائرة أحسنتم وآخر مجموعة مجموعة الفراشات يا ترى كم عددها؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هل سوف نضع عليها دائرة؟ لا لأن عددها ستة فقط الآن لننتقل إلى هذه الأوراق الجميلة لدينا مجموعتان أريد منكم أن تعد كل مجموعة على حدة ومن ثم تحوط المجموعة التي تحمل العدد ثمانية لديكم دقيقة للحل ابدأوا ترجمة نانسي قنقر 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 واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة عددها خمسة المجموعة الثانية واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اي المجموعة التي سوف نحوطها؟ الثانية احسنتم تحمل العدد ثمانية رائع الصورة التالية هيا ايضا سوف نعد المجموعتان ثم نحوط المجموعة التي تحتوي على ثمان شبكات شبكات هنا هيا نعد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ماذا سنضع على هذه المجموعة؟ دائرة احسنتم سوف نحوطها عددها ثمانية اما المجموعة الثانية فعددها واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة عددها سبعة هيا هذه المجموعة سوف نعدها لنتعرف على عددها ثم سوف نكملها بالرسم حتى يصبح عددها ثمانية لدينا هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة كم توفى نرسم الآن لنصل إلى العدد الثمانية؟ كم حشرة زيادة يا ترى؟ هيا أروني رسمكم على سبوراتكم اشتركوا في القناة 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 احسنتم سوف نرسم سبعة ثمانية رائع رسم جميل اكتمل عددها وأصبح ثمانية اشتركوا في القناة 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 الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة